مجموعة إرادات تصدير النفط العراقي لشهر شباط الماضي لوحده لامست التسع مليار دولار رقم كبير ربما يعادل ميزانيات أو نصف ميزانيات دول أخرى كيف من الممكن أن يستفيد منها العراق داخليا؟ هل نرى تغيرا؟ ربما ملحوظا في الخدمات بالمستقبل القريب تحياتي لقناة الثلوجة المشاهدين لكارم وشكرا على الإصدافة حقيقة متوقع هذه السنة مع ارتفاع أسعار نفط أن تحصل انفراجة اقتصادية ومالية في العراق لأن هذه الإرادات لشهر قانون الأول وشباط تجاوز 8 مليار فإذا بقيت على هذه المعدلات هذا يعني مجموعة إرادات 96 مليار دولار لهذه السنة وهو يعادل النفقات المثبتة في مشروع قانون موازن وبالتالي سيكون بالإمكان تغطية العجز المخطط الذي هو 20 مليار وسيكون هناك فائض ربما هذا الفائض يعزز الجزء الاستثماري من الموازنة وبالتالي ممكن يحسن قطاع الخدمات ومشاريع استثمارية جديدة وربما استحداث وظائف جديدة بشكل محدود تحل إلى درجة محدودة مشكلة البطالة التي جاءت في تقريركم طيب ربما قبل استحداث وظائف جديدة هناك كثير من الشباب لا يزالون يتظاهرون كل يوم من أجل حقوقهم في هذا البلد سواء بتوفير العمل المناسب أو في تحويلهم من أساتذة ومعلمين على الملاك الدائم من عقود مجانية إلى رواتب يعني لماذا الدولة لا تزال غير قادرة على محاربة هذا الفساد والعمل بجدية على احتواء هذه الشريحة الكبيرة هذه مفارقة في بلد غني مثل العراق يحتوي على احتياطات نقدية ضخمة ورفع سر العملة في العام الماضي ووفر للدولة سيولة نقدية كبيرة ممكن حل جزء كبير من هذه الاشكالات بالنسبة لبطالة ومنح مالية مساعدة للبطالة أو لأيدي غير العاملة كما موجود في شبكة الحماية الاجتماعية لكن حقيقة يوجد تقصير في التخطيط أو التنسيق ما بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعليم العالي فعدد الخريجين يفوق بكثير قدرة سوق العمل على استيعابه وحتى الخريجين أغلبهم يركزون في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي فهنا تكمن مسؤولية الدولة في دعم القطاع الخاص ودعم يكون مشروط بحيث تستوعب أعداد كبيرة من الخريجين في الوظائف المشكلة أن الدعم مرتبط بالميزانية والموازنة العامة يعني إقرار موازنة 2022 إلى الآن متأخرة كيف يمكن أن يؤثر على ما ذكرته وحضرتك وكذلك على إنتاجية الوزارات الكبيرة التي تحتاج إلى ميزانيات ضخمة نعم هذا الكلام صحيح بدون إطلاق الموازنة لن تطلق التمويلات المالية للمشاريع والمقاولات والتطوير للخدمات واستحداث مشاريع جديدة وبالتالي هذه كلها ستكون متوقفة ما يشرف الآن هو 1 على 12 من موازنة العام الماضي حسب قانون للدار المالي للدولة وهذا هو مثل حد الأدنى لنفقات تشغيلية لموسات دولة ونحن الآن بالفعل متأخرين تجاوزنا حوالي ثلاث أشهر وقانون الموازنة لم يقر ربما الخلافات السياسية كما هو معروف لها دور في هذا التعطيل تأخير قرار انتخاب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يؤخر بالتأكيد إرسال مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليها فربما أكبر العقد الحالية أمام الحكومة العراقية والبرلمان هي المصادقة على قانون البرلمان بسرعة الممكنة طيب هل تأثر أقليم كردستان بقرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي اعتبر قانون النفط والغاز الخاص بأقليم كردستان لاغيا يعني أقليم كردستان هل تأثر بهذا القرار حقيقة هذا القرار رغم الجنبات السياسية الواضحة به وحكومة الأقليم أطلقت موقفها بشكل واضح اعتبرتها قرار مسيس بامتياز لكنها في نفس الوقت أكدت على أن ستتواصل مع المركز والحكومة الاتحادية في حل الإشكالات المعلقة في ملف النفط والغاز والملفات الأخرى العالقة وبالتالي الأمال معقودة على الحكومة الجديدة أن ترجع مرة ثانية يرجع الطرفين إلى التفاوض مجددا لحل الإشكالات القائمة ولحسن الحظ أنه توجد قائمتان متنافستان الآن على إدارة أمور دولة إحداها إصلاحية تعمل على إصلاح الوضع الحالي الذي هو متردي في كل القطاعات والأخرى تحاول يبقاء الوضع كما هو عليه فالتفاوض الآن في حالة سعود القائمة الإصلاحية ستكون هناك مجالات انفراجات كثيرة في كل القطاعات التي تمثل الدولة كالسياسة الاقتصادية والزراعية والصناعية وقبل كل هذا الشيء معالجة أزمة الغذاء التي استفحلت على صعيد عالمي كذلك كوفند شيرواني الخبيرة الاقتصادي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة اشتركوا في القناة